وخلال كلمته استعرض وزير الخارجية جهود مصر السياسية والإنسانية منذ بدء الأزمة وخاصة من خلال مصاري دول جوار السودان وأشار شكري إلى حرص مصر واستمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني شقيق واستقبالها 310 ألاف مواطن سوداني حتى الآن مع بدل كافة الجهود من أجل تقديم الدعم الإنساني والطبي والنفسي للوافدين وتلبية احتياجاتهم حرست مصر على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وفتحت أبوابها أمام النازحين السودانيين واستقبلت حتى تاريخ اليوم 310 ألاف سودانيا شقيقا وبذلت مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني المصري جهودا مدنية من أجل تقديم الدعم الإنساني والطبي والنفسي للوافدين وتلبية احتياجاتهم وسوف تواصل مصر والوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة تجاه الوافدين من السودان وغيرهم ممن تستضيفهم على أراضيها